بحصوص سد النهضة عايزين نشوف بقى فيديو تاني للإرهابي مجدي حسين بيطلب فيه من المعزول محمد مرسي اننا لازم نوقف السد العالي ونعمل مشروع ربط كهربائي مع أسيوبيا عشان تتحل المشكلة دي فنشوف ونرجع تاني احنا نعمل معهم ربط كهربائي ما بلاش السد العالي نعمل معهم ربط كهربائي ونوقف السد العالي خالص ايه المشكلة؟ احنا نعمل معهم ربط كهربائي ما بلاش السد العالي نعمل معهم ربط كهرباء ونوقف في السد العالي خالص إيه المشكلة؟ نحن نعمل معهم ربط كهرباء كأن السد العالي ده مثلا يعني ده هيقتلهم عشان تشوفي عداءهم للمصريين السد العالي مصريين حمى مصر من الهلاك أيام سنوات الجفاف في التمانينات أنا كنت برة كان فيه والله كانوا بيوررونا التلفزيون الفرنساوي يعني كان بيورينا أن الأشقاء الأفارقة الغلابة اللي اتضربوا وكان كل الدول المشاطئة على النيل يعني كانوا أولادهم يموتوا وهم ماشيين فيحفروا الأرض ويدفنوهم ويكملوا ماشي لأنه يعملوا إيه؟ ما فيش حل تاني كانوا بيشدوا شجر الصبار ده ويمسوه من العطش وبعدين الراجل في الآخر قال تخيلوا بقى أن دولة المصب لم تعاني من هذا الجفاف بفضل السد العالي هم